درس الماضي اخذنا كمية الحرارة وحكينا كمية الحرارة اللي بكتسبها الجسم او بيفقدها تحكم فيها ثلاث شغلات اللي هي كتلة الجسم والحرارة النوعية والتغير في درجة الحرارة اليوم رح ناخد السعة الحرارية في الدرس السابق حكينا عن الحرارة النوعية وحكينا ان الحرارة النوعية هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة كيلو جرام واحد من المادة وركز اللي على كيلو جرام واحد من المادة درجة سليسيوس واحدة يعني نوع المادة الموجودة عندك دايش بيحتاج كمية حرارة عشان ارفع كيلو جرام واحد منه درجة سليسيوس واحدة درس اليوم بيحكي عن السعة الحرارية الساعة الحراريه باست مربوطة في الحراره الانوئيه انه درس الماضي حكينا اللحراره النوعيه هي كميه الحراره اللحازم ياخده هالجسم عشان يرفع كيلو جرام واحد تمام درجه السليسوس واحده في هاد الدرس رح تكون الساعة الحراريه امضا حراريه لها علاقه بالحراره النوعية ولكن لكتلة الجسم كامله يعني مثلا عندي 5 كيلو جرام من المي هذه الى 5 كيلو جرام ههدول قد يحتاجوا حراره علشان ارفعهم درجة سليسوس واحده او قد يحتاجوا طاقه حراريه علشان ارفعهم سليسوس واحده فسيكون عندي السعر الحراريه لها علاقة بالكتلة الجسم ما رح تكون هالكيلوغرام الواحد لا حسب رح تكون حسب كتلة الجسم الموجودة عندي فبالتالي رح تكون عندي سعة الحرارية هي كمية الحرارة اللازمة تمام اللي رفع درجة حرارة الجسم كله كامل درجة سليسوس واحدة يعني قديش أنا بيحتاج طاقة حرارية عشان أرفع درجة حرارة الجسم كامل شو ما كانت كتلته درجة سليسوس واحدة فبالتالي رح يرتبط عندي اللي هو قانون السعة الحرارية رح يرتبط بالحرارة النوعية يعني هلو عندك قانون السعة الحرارية رياضيا يعبر عنه بالرمز حاسين اللي هي هاي السعة الحرارية للجسم تساوي كاف في حانون اللي هو الكتلة مضروبة بالحرارة النوعية الحرارة النوعية إحنا حكينا هي قيمة ثابتة أنا بطل لها من الجدول الموجود بصفحة 46 فبالتالي لما مثلا أنا بحكي لك احسب للسعة الحرارية ل2 كيلوغرام من الذهب رقم 2 فهذا كنت طلعها من الجدول وهي مثلا لدها 130 فبدرب 2 ضرب 130 فطلبها من 260 فبالتالي ساعة الحرارية ساعة الحرارية لكامل الجسم فبالتالي ستكون لدي الكتلة ضرب الحرارة النوعية واحدة قياس الساعة الحرارية الي هي جول لكل سليسيوس هلا رح يرتبط عندي انا قانون كمية الحرارة رح يرتبط مع السعر الحرارية يعني بقدر اتأحسب كمية الحرارة باستخدام قانون السعر الحرارية رح ندمجهما ببعض لانه انا اساسا عندي كمية الحرارة بساوي الكتلة في الحرارة النوعية في التغير في درجة الحرارة فبالتالي انا بقدر هنا ادمج احكي بدل ما احط الكتلة و في الحرارة النوعية اتضع قيمتين هى السعر الحراريه اذا كانت موجودة عندي جاهزه فبالتالي يكون عندي القانون لقيمية الحراره تساوي السعر الحراريه ضرب تغيير في درجة الحراره السعر الحراريه نحو كثله في الحراره النوعيه بيجاء القانون نفسه مثل قانون نستخدم نائبه كمية الحراره يساوي كاف في حا نون في دل تدال لأنه كاف في حا نون هي نفس السعر الحرارية فبقدر أستخدم القانونين في حال أن أعطيك المعطى جاهز له السعر الحرارية ناخد مثال سؤال بيحكي لك إذا كانت السعر الحرارية لوعاء من الألمنيوم 270 يعني أنا هنا معطيك السعر الحرارية والحرارة النوعية للألمنيوم 900 طبعا هاي القيمة ثابتة تعطي لك في السؤال أو بتطلعها من الجدل إذا كان سؤال واجب يعني مش مطلوب أنك تحفظها احسب كتلة البيعاء بداية نحط قانون السعر الحرارية اللي هي السعر الحرارية بيساوي الكتلة في الحرارة النوعية السعر الحرارية معطيك إياها أنا هون 270 الكتلة قيمة مجهولة أنا بطلوب بني أني أحسبها الحرارة النوعية 900 وهي قيمة بتطلعها من الجدول صفحة 46 بقسم الطرفين على 900 بكون عندي الكتلة بالكيلو جرام وتأكد حزيز الطالب إنه هذا القانون لازم يكون عندي الكتلة بوحدة الكيلو جرام كانت عندك بأي وحدات تاني اللي هي لغرامات بدك تتحول لكيلو جرام القانون هذا لازم أستخدم الكتلة بوحدة الكيلو جرام سؤال التاني ما السعر الحرارية اللي قطعت فضة كتلتها 3 كيلو جرام أنا هون طالب السعر الحرارية ومعطيك الكتلة ومعطيك نوع المادة اللي هي الفضة ترجع على الجدول صفحة 46 بطلع الحرارة النوعية للفضة بطلع الحرارة النوعية للفضة وعندها الكتلة بالقانون بالسعر الحرارية يتساوي كتلة في الحرارة النوعية السعر الحرارية هي المجهولة فالكتلة عنديها 3 كم والحرارة النوعية للفضة الي هي 230 طلعتها من الجدول وطلع عندي السعى الحرارية 690 جول لكل سيليسيوس ناخد كمان مثال السؤال بحكي لك اذا علمت ان السعى الحرارية لقطعة نحاس 2000 جول لكل سيليسيوس انا هنا نعطيك السعى الحرارية وحكي لك قطعة نحاس بما اني حكي لك نحاس بتقدر تروحها الجدول صفحة 46 وتطلع الحرارة النوعية للنحاس وحرارة النوعية للنحاس فبكون هنا بالسؤال السعى الحرارية ومعطيك الحرارة النوعية وطالب انا هنا الكتلة سعى الحرارية 2000 الكتلة مجهولة الحرارة النوعية طلعتها من الجدول 400 بدي اخلي الكتلة بطرف الحال فبطر اقسم الطرفين على 400 400 بطلع عندي هنا كتلة الجسم 5 كيلو جرام ناخد كمان مثال قطعة من الرصاص معطيك كتلتها هون انتباه انها بالجرام كتلتها 100 جرام درجة حرارتها 30 سيليسيوس هذه درجة حرارتها ابتدائية زوتها بكمية من الحرارة بقدار كمية الحرارة 260 هلا السؤال بده استعى الحرارية وقداش الحرارة اللي رح يصير لها الجسم او يصير لها الجسم رح نحل الفرع الاول بما انه انا محكي لك رصاص هكي لك قطعة من الرصاص فانه هنا مطلوب اني اروح للجدول واطلع الحرارة النوعية للرصاص الحرارة النوعية للرصاص وعندي هنا الكتلة مباشرة بحول الكتلة من كيلو جرام لكيلو جرام بقسمها على الفرع فبصر عندي الكتلة واحد بالعشرة وحط القانون السعر الحرارية بساوي الكتلة في الحرارة النوعية حرارة نوعية 130 طلعناها من الجدول الكتلة بعد ما حولتها لكيلو جرام صارت واحد بالعشرة قسمتها على الفرع بضرب القيم ببعض فبصر عندي السعر الحرارية 13 جول لكل سيليسيوس انا هنا صار عندي عدة معطيات عندي هنا السعر الحرارية عندي هنا الكتلة عندي هنا درجة الحرارة الابتدائية وهي دال واحد وعندي كمية الحرارة الفرع الثاني من السؤال بدي الحرارة اللي وصل لها الجسم وهي دال اثنين هلا انا بحط القانون الثاني وهو كمية الحرارة بالساوي السعر الحرارية في دال تدال انا هنا بدي دال اثنين بس اول شي بطلع دال تدال وبعدين ببلش ابسط كمية الحرارة عندي ايها معطيكيها بالسؤال هي 260 السعر الحرارية طلعتها بالفرع السابق اللي هي 13 ضرب دال تدال فبطلع عندي دالة دال بالساوي 20 سليسوس انا ما بدي دالتا دال انا بدي دال اثنين فدائما اخدنا انه كلمة دالتا هي تغير فدالتا دال هي دال 2 ناقص دال واحد دال اثنين هي الحرارة النهائية دال واحد اللي هي الحرارة الابتدائية هذا قانون التغير في درجة الحرارة دالتا دال طلعناها 20 2 مجهولة 30 سيليسيوس سأجمع لطرفين 30 لتجعل دال 2 لحالها بطرف دال 2 تساوي 50 سيليسيوس عزيز الطالب أكمل باقي حل اسئلة الدوسية ويعطيكم العافية السلام عليكم طلاب وطالبات المحمدية اليوم درسنا رح يحكي عن المخاليط الحرارية والاتزان الحراري احنا اخد الجزئية الاولى اللي هو المخلوط الحراري هلأ درستنا في صفوف سابقة لما انا اجي احكي لك اعملي مخلوط شو بتعمل؟ اعطيك عدة مواد تخلط المواد هاي مع بعض فبالتالي بيكون عندك المخلوط هو خلط مادة مادتين او اكثر تمام؟ زي المخلوط اللي بتشتريها اللي هي تحت المكسرات بتلاحظ انه فيها بيكون اكثر من صنف مخلوطين ببعض درسي اليوم اللي هو دخل فيه المخاليط بس درسي اليوم بتجزئ الجزء معيئ مهم اللي هو المخلوط الحراري المخلوط الحراري هو خلط مواد مختلفة في درجة الحرارة زينا مثلا من الصبح تشرب كاسة اللي هو الشاي مع حليب الشاي رح يكون درجة حرارته كتير عالية ساخن وانتو رح يضيف عليه الحليب السائل خلطت مادتين مختلفتين في درجة الحرارة فبالتالي رح يكون عندي وضع قطعة من الحديد في سائل برضو هون يعتبر هذا نوع من انواع المخلوط الحرارية مثلا كاسة مي باردة وحطت فيها قطعة حديد أو قطعة نحاس ساخنة فبالتالي رح يكون عندك مخلوط حراري احنا رح ناخذ الشغلتين اللي هي وضع مواد صلبة مع مواد سائلة مختلفين في درجة الحرارة أو مواد سائلة مع بعض وبرضو مختلفين في درجة الحرارة فالمخلوط الحراري اللي هو مزج مادتين هي مختلفتين أو مش شرط مزج ممكن يكون وضع مادة صلبة اللي لا تستطيع المزج مع المادة الأولى بالتالي يكون عندي المخلوط الحراري هو اخطلاط مادتين أو أكثر أو تلامس جسمين مختلفين أو أكثر في درجة الحرارة تمام؟ رح يكون يائم لتنين سوائل أو جسم صلب و جسم سائل بس الشرط الأساسي هو جسمين مختلفين في درجة الحرارة هلأ الجسم البارد سيكون وضع حرارة مجد منه الجسم الساخن عن تامل الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد من أخطلاط الجسمين فما نقول علي على إخطلاط uploaded فأتفقد الزتpelن أدخل حانك تكتسب الحرارة فبالتالي الجسم يفقد حرارة و يكتب حرارة في حالة المخلوط الحراري المخاليط سيكون موجودة في وسطين سنأخذها في الوسط الاول اذا كان الوسط من سميه معزول حراريا والوسط الثاني هو الوسط الغير معزول انما انا اشرب فنجان القهوة الساخن الصباح سيكون مخلوط حراري هذا المخلوط الحراري الموجود عندي معزول او غير معزول بما انه كاست الشاي او القهوة انا اشربها في امكانية لخسارة الحرارة للوسط المحيط معنى هذا النظام غير معزول بالمقابل تيرموس القهوة او دلة القهوة انا حطيت فيهم نفس الشي نفس المكونات قهوة وحليب انظام نوعين هنا المخلوط الحراري معزول عنaku وسط المحيط فهنا ليستخانبي حوالية المغلق وتقبل نظام مفتوح النظام المغلق газ beta Butter المغلق نسمى هذا النظام نظاما مغلقا بالتالي يكون تعريف النظام المغلق او المسعر او زي التيرموس مثلا هو نظام حراري معزول عن الوسط المحيط فيه اي لا يحدث فيه تبادل حراري بين النظام والوسط يعني القهوة التي تكون موجودة داخل الدلة لا يحدث فيها تبادل حراري بينها وبين الوسط يعني لا يحدث تخسر حرارة للهواء الخارجي تبادلها مخافظة للحرارة في الداخل سوف ترككم صورة المسعر ننتقل للوسط الثاني اللي هو النظام المفتوح يصير في عندي امكانية ان المخلوط الحراري انه يخسر حرارة للوسط الخارجي يسمى هذا النظام نظام مفتوح اذا حلث عملية انتقال الحرارة من الجسم الى الوسط المحيط نسمى هذا النظام نظام مفتوح فبالتالي يكون تعريف النظام المفتوح هو النظام الذي يسمح بتبادل الطاقة الحرارية بين مكونات المخلوط والوسط المحيط به ويعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر